أهلا بكم من جديد في المحاضرة دي هنتكلم عن المتلازمات العصبية هنبدأ الأول نتكلم عن مدى شيوع هذا النوع من الأمراض وبعد كده هنتكلم عن إيه الأعراض اللي الشخص المصاب بالمرض ده بيبقى عنده طيب بالنسبة للشيوع الأمراض ديت النسبة بتتراوح بين 4 إلى 24% وطبعا ده دي نسبة كبيرة جدا والنسبة دي في أطفال في سن المدارس ودي بالنسبة برضو اللي بنسميها اللي هي العابرة فيه أنواع منها اللي يطلق عليها التورات سندروم أو متلازمة التورات ودي أحد أنواع المتلازمات العصبية شيوحها تقريبا 2.9 في كل 10,000 طفل إلى 299 من كل 10,000 طفل طبعا ده رينج كبير جدا يعني تقريبا فيه ألف ضعف بين 2.9 ل 299 ليه الاختلاف الكبير ده؟ الاختلاف الكبير عشان الدراسات اللي بيقيسوا بيها شيوع الأمراض دي بتختلف حسب نوع الدراسة وحسب الأسلوب المستعمل في الدراسة وحسب السن الأطفال اللي هما بيشوفوهم لأن معروف مثلاً أن المتلازمة التوراتس بتبقى أكتر في حدود سن العشر سنين حوالين العشر سنين طيب برضو متلازمة التوراتس أكثر شيوعاً في الأولاد عنها في البنات والنسبة بتعتبر اثنين ولدين لكل بنت عندها التوراتس سندروم عايزين برضو نقول أن في المتلازمة التوراتس في أمراض نفسية أخرى بتبقى أكثر شيوعاً مثلاً مرض فرط الحرك أو قلة التركيز المعروف باسم EDHD بتكون نسبته 50% من الأطفال اللي عندهم متلازمة التوراتس والمرض المعروف باسم الوسواس القهري الOCD اللي احنا برضو كلمنا عليه في محاضرة صبقة بيبقى نسبته أعلى وبيوصل 40% من الأطفال اللي عندهم متلازمة التوراتس بيبقى برضو عندهم الOCD طيب إيه الأعراض اللي بتساعد في تشخيص الطفل إن عنده توراتس سندروم أو متلازمة التوراتس إنه يكون عنده الحركات العصبية دي من ناحية الحركة ومن ناحية الصوت بمعنى حركات زي إيه مثلاً دي مثلاً تعتبر حركة عصبية اللي هي بسميها بالبرباشة مثلاً أو حركات مثلاً في الوش مثلاً حركات حاولين البؤ وبرضو بيبقى فيه حاجات عصبية من ناحية الصوت مثلاً الطفل يعمل أصوات ما عندهش تحكم فيها ممكن تكون أصوات وممكن تكون كلمات بعض الأوقات حتى بتكون كلمات سيئة أو بذيئة وطبعاً زي ما حضراتكم ممكن تفتكروا إنه طبعاً لما بتحصل حاجة دي كده في الفصل بتسبب مشاكل للطفل طيب دلوقتي كنا عايزين بردو نقول إيه الأعراض التانية اللي بنشوفها في متلازمة توراتس عشان الشخص متلازمة توراتس لازم التكس لازم الحركات العصبية دي تبقى موجودة عدد معين من المرات بتكون غالباً بتيجي في نوابات بس بتكون عدد معين من المرات في معظم الأيام معظم الأيام لمدة سنة ولازم يكون على الأقل ما منكونش فيه فترة أكبر من ثلاث شهور ما كانش فيه أعراض طيب الحاجة التانية برضو اللي محتاجينها في التشخيص ده إنه لازم تكون الأعراض دي بدأت قبل سن الثامنة عشر يبقى قبل سن الثامنة عشر لازم الطفل تكون ظهرت عليه الأعراض دي والحاجة برضو النقطة يمكن الرابعة اللي عايزين نقولها إنه لازم ما يكونش فيه أسباب تانية للحركات العصبية دي إيه ممكن تكون أسباب تانية؟ ممكن بعض الأدوية بتسبب حركات عصبية أو ممكن بعض الأمراض الطبية بتسبب حركات عصبية طيب عايزين دلوقتي نتكلم في حاجة تانية برضو أحد التشخيصات اللي تحت الحركات العصبية تحت التايتل الكبير بتاع الحركات العصبية فيه اللي بنسميها الخرونيك موتور تيك والكرونيك فوكول تيك يعني إيه؟ يعني اضطرابات اللازمة الحركية المزمنة وإضطرابات اللازمة الصوتية المزمنة بنعرفها إزاي؟ بنقول إن بيبقى فيه حركات عصبية سواء حركية أو صوتية بس مش اللي اتنين مع بعض ليه؟ لأن لو اللي اتنين مع بعض بنشخص اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هي إيه؟ اللي هي متلازمة تورنتز تماماً برضو بنحتاج إن الحركات العصبية دي تكون موجودة لفترة لمدة سنة وتكون موجودة بكثرة وتكون موجودة في معظم الأيام وما يكونش فيه فترة أكتر من ثلاث شهور ما كانش فيها الأعراض دي ولازم طبعاً كما هي العادة في الأمراض النفسية عشان تشخص مرض نفسي لازم يكون بيسبب مشكلة للطفل بمعنى إن لو الطفل عنده مثلاً حركة عصبية بس حركة بسيطة بيبربش مثلاً كل فين وفين بس الحركة دي ما بدايهوش ما بتلفتش للانتباه بصورة سيئة في المدرسة مش عامل له مشاكل في الحالة دي ما بنشخصهوش كمرض نفسي فلازم عشان نشخصه كمرض نفسي يكون بيسبب حالة معينة من الضيق أو مشاكل للطفل إن هو يبقى مرض نفسي وفي الحالة دي يحتاج علاج برضو نفس الحاجة لازم يكون متشخص قبل 18 سنة ولازم ما يكونش فيه أسباب طبية أو أسباب لعلاقة بأدوية معينة الطفل بياخدها ولازم يكون الطفل عشان تشخص الموضوع ده ما يكونش يشملوا التشخيص بتاع توريتس سندروم عشان طبعا لو عنده متلازم حركات عصبية حركية وحركات عصبية صوتية في الحالة دي لو عنده الاثنين زي ما قلنا يبقى عنده توريتس سندروم فيه برضو في حاجة اسمها ترانزين تيك ديسوردر اللي هو اضطراب اللازمة العصبية العابر يبقى العابر بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ما بيعودش فترة طويلة احنا قلنا لازم العراض تستمر سنة في مسنة توريتس بس في المرض ده لازم تستمر على الأقل لأربع أسابية بس تكون أقل من سنة وبردو لازم تكون بتسبب آزة معين أو مشاكل معينة للطفل ولازم تكون بردو بدأت قبل 18 سنة فتقريبا زي ما تشايفين كده في نفس الحاجات اللي مستعملها في التشخيصات التانية بتتكرر هنا بردو إنه ما يكونش بسبب مواد معينة كالأدوية مثلا أو ما يكونش بسبب مشاكل طبية معينة